موسيقى تنزل مطاب إنتا منطبق عليك القوانين وإذا كنا نحكي عن تور شو بيكون؟ التور تتساوي الـ الـ مطلوبة للألفة فبس هم هؤلاء قالوا ماذا ستكون في هذا الشكل؟ طيب، نجد ما عندنا نطبق نشوف أول إشي للسيارة هذا للسيارة أول إشي اللي تطبع عليه هو بالعادي الـ اللي هو تقريباً لو توزع الناس تبع السيارة بيكون تقريباً بين الكرسي الأماني والخلف أو بين الأكسي الأماني والخلف هلأ، هذه النقطة طرح برضو نحن ناخدين أصعب حالاً يشروع سيارة طابعة طلوبة مش هنحط كل الـ هلأ تبع السيارة كل ياتهم ومنعبها أنه بلقطة واحدة وين يكون الأسفل لما تكون السيارة طالعة بزامية ثيتا شو بدنا نرمنا فبصير بصير ويصير عندك وو واضح؟ ثاني كمبوننت ثاني كمبوننت يلي هو أنت وإنت ماشي بالتسارع شو يكون عندك؟ إينارشيا الإينارشيا هي الماس في الأكسيناريشن فالماس هي W على G في الأكسيناريشن بيكون عكس إتجاه الحركة أنت أي جسم بتتحرك بإتجاه في إينارشيا ممانعة للحركة بعكس الإتجاه إينارشيا ممانعة للحركة لا 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 حتى لو فريكشن بس أي ماس متحرك في إينارشيا إينارشيا معاكسة لاتجاه الحركة ومقدارها هي الأكسيناريشن في الماس فعي ثاني واحدة شو في عنا كمان أشياء أو قبل هيكة شو ال H شو ال H ارتفاع شو center of gravity center of gravity أو center of gravity ارتفاع H طيب شو كمان بغام ال H في حدك B و C B هي المسافة بين center of gravity وين ال front axle وال C بينه وبين ال rear axle طب شو ال L ال wheel base نسمينا عنه ذكره ال wheel base wheel base هي B زال C بالتالي center of gravity بتكون يا إما بالنص بس مش هو تكون بالنص إذا كان ال Angel مجموعة كبيرة من components بالتالي ويكون زي عنا الأمل بالعالم B بتكون أصغر من C طيب شو كمان فعنا فورسة ترجع لالفورسة في عندك اللي هول W يقابلها نورم نورم نورمال على ال front ونورمال على ال rear بتسميهم W front و W rear تلك تسمونه ف ال WF زائد ال WR شو بتساوي ال W cos على التالي بتسميهم WF ماكيش تانية على ال الرقم عرب يعني كمانة شوي بس بدونهم فش شي اش تانية على ال Y أكسس طيب شخص هدنا كمان آشياء الفريكشن 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 بطبع كيف تجارها الفريكشن مصدحة هدنا الفريكشن بإين العجل وبإين الحرب العادة كانت مش لمصلحة هدنا بس هولا بسبب دوران العجل لما هذا العجل يدور الفريكشن شو بعمل فيه بتزرغ بتزرغ فالفريكشن هذه صارت لمصلحتي ففي عنده فريكشن ريال وفريكشن فرانس طب شون Rx؟ بسمه Horonic Resistance أي عجل مطاطي بيكون فيه لوسز هذه اللوسز أو معارضة يعني أنت لما يكون خاصة لما يكون جديد العجل وفرزاته جديدة لما تحاول أنك ينتزه بيحاول عرضك الإشارة هذي سنين Horonic Resistance بسبب الدوران نحكي على هاتفها ففي عندك Rolling Resistance هذه عكسي Rolling Resistance مرد دياها يعني لديها لما نفعله بريككين دائما يعني لديها بس مش لما عمله لما عمله بريكين بديها لذا إذا تخلص منها ما يجب عجال ماسحة بس لو ما عمله بريكين بديها ومش معجال ماسحة كما نغيرت أثر على فريكشن فورز؟ برضا نغيرت أثر على فريكشن نظبوط نغيرت أثر على الجانتان بتعطيين فريكشن قليل هو رونيق قليل مش شيء كويسي طيب شو الدي اي ايرو ديناميك دراج و الطريق الاسيابي والاوطاب يكون العلوي و السيارة الاسيابي والاوطاة يكون العلوي مواري بسيارة اوكي حيني هكذا مواري بسيارة يدب ان يكون هناك جربة تحت ماذا؟ حبل مايلا تحدي فعادولا إذا فهمناهم يعني يكون بداية ممتازة لالتشاط الهاتف ما هو شي صح؟ الـ TH إيه شو؟ الـ TH الـ TH هو مكان ينرغب منها بسنين ما بهمنا ما بهمنا يعني إنسى هدول ننسين على هدول كون شي تاني واضح وما هدول هدول الـ هدول رئيسي يتقتر على السياس هلا؟ ما أمر فيه الممكن نعمل بهذا وما نجعل ذلك هل فيه هنا الـ W-weight أثر على النقطة باللطوة في لديك الـ H فيها من الـ H باللطوة الثالثة هي الثالثة هي الثالثة هي الشعب الشعب وعند اللوي الـ VB سي لا أعرف ماذا مهمون عددنا تقنين عن الـ إينارشيا الفورس الآن نحكي عن النورمان النورمان انتراج الورس في عندك الوالي رسستنس في عندك الايرونامي وانسا دولاليج طيب هلو نيجي الواليجي لقوة نلوكلياتي وناخد كل يأكد نتاره بل ناخد مع محلولات ومجموع المومنت أرامد النقطة B بتشوفوا القوى اللي بتضعوا وشوف القوى اللي بتضعوا فالطبعون ما عافين اي نقطة ما عافق عند المومنت كل الفورس اللي بيمروا فيها سكرتها بتضعوا اللي هو قدر بتضعوا بالمعادل فشو بصفق عندك بصفق عندك D A H Positor صح؟ ايه W على G A X هادي هاو بتمر بالسنتر الوغرافي ايه شو بتكون H بالضبط والW Sine H هدو لكونهم Positiv والW Cosine شو بتكون B صح؟ طيب كلهم انتجا طب شو بتسجيه التاني تابع فالهدولة برضو ملتبوا فهناك بقدر اطلنا W R ونفس العملية بقدر اطلنا W F او عملنا هي بتطبعها بتطبع هدو هنو هذه المهالات بقدر راجعهم بالاخر بتطور W F بتساوي كده 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 و W R بتساوي هدو هل هدول المطولين هدول للمطولين هم هوا اساس اللي راح نفتح فيو بهذا التحر أول شيء يدي ياريك تطلع من اليوم وهو سيارة صافة واقفة شرعة الصفة طلع السيارة الواقفة هي عليها الـ Aerodynamic Drive لا أعلم السيارة الواقفة هل بتعمل acceleration؟ نعم في الشيء ما فيه head change بالورة السيارة شو بدغلتك معنا طلع شو بدغلتك الـ WF بح تساوي WC وارف على أرض مستوية ثيتا بصير زير وش أي واحد يروح منهم ساين شو ضل؟ شايف عموا قانون كبير من اللي كان شو ضف من الضحن WC WC متحد شو بضل؟ ما هي مهمة جداً؟ لأن السيارة تكون صار في انتصاصر من أباب البيع الوزن تبع السيارة ما بتوسع بالتساوي على جانب انت بتفكروا بتوزع بالتساوي ما بتوزع بالتساوي الـ front رح ياخد النسبة C على L والرير رح ياخد النسبة B على L والأخير لما تشمعهم B زائد C بتساوي L L على L تطلع بتساوي هلا اللي سؤال رح تسأل يا انت طب العجلين الأماميات مو اتنينة تقسم على اتنين احنا نحن نحكي عن التسهيل عن أكسل أمامي مش عجل أمامي يمين وعجل أمامي شمال أكسل أمامي بتحمل مع بعضه ثالث والعجلين الخلفيات مع بعضهم بتحملوا هالتنين معناته إذا كان متحيز أكثر للأمام شو بتكون B أكبر ولا C معناته فعلا لما يكون متحيزا الأمام العجلين الأمامية رح يتحملوا عبء أكبر ولما يكون متحيزا الخلف بس لو نفترض انه كان هذا أكثر لأخير مافترض من الـ كان واحد افضل انو سيارة اي دينج انت بحوارة فهذا هيكون الخنفي فشو بيكون بالتالي؟ بيكون البيه كبير فالعجال الخنفيه رح يتحمل لب الأكبر وإذا صدفت وكان بالنصف ساعتها الأربع عجال بتحملوا نفس اللبس الجنة وهك أبضل اشي بالعادي بيحاولوا يعملوا بس بس ما بزبطواهم لبني يكملوا بس فهذه اول اشي ليش عطينا حرف S WF static هي لما السيارة صافة سرعتها zero وعلم على منحنة ثالث تورين كم سيارات الكهرباء بيقدروا يلعبوا أحسن في هاي الشغلة عشان بيناروزع للطريات زي ما بدي يعني طبع طبع بالعادي شو بعملهم من اللي تسلا؟ حطوا تحت الكراج طبع طبع على بل طريعة وزحة 300 كيلو ودوزنة 200 كيلو فوقع السيارة بتخرب كل الريشو بالضبط يعني هذي عنا بيشوف كمان لما يكون عندك ركاب بيأثره بالتوزيع بالتوزيع على الأجاب فوضحة هاي طبعا هم هم يميشنا باعتمار هذي أبسط اشياء إنه هي سيارة واقفة بسوعة zero على منحنة الآن طيب ناخد الحال البادية الحال البادية هذي هي تقوم بالسيارة وبدلشت تقوم بالسيارة شو اللي صار عندك هون طبعا على مرحلة ثابت الثيتا زير والهيتشن ما في هيتشن كنتم مش عم الشامل مع هذي والايرودانيك دراج زيرو ممكن ترجع لقانون بس ترسمي رح يطلنا هذي كله الـ WF رح تساوي الـ WF في سيارة الهاتف شو كان معنا الدخل معنا كومبونت تاني هو ايش؟ اكسل 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 بس و كومبونت واحد زياد الدخل لو تطلع على الإشارات شو هيتطلع معك؟ هيتطلع معك نفس الـ كومبونت رح يكون سالم من الـ front ونفسه positive على الـ rear صلاحة هذا إشي جده جده وانا لأي واحد ممكن ترسمي دائما وسماء السلام سيرى لما تتسارع الوزن كأنه بصير transfer من العجال الأمامية للعجال الخلفية فكلما تتسارع كلما بخف الوزن على العجال الأمامية وكلما بزيد الوزن على العجال الخلفية وبالضبط القيمة نفسه يعني هذي القيمة W على T AX في H على L اللي بتنطرح من الـ WFS ولا بتنزاد فلو تجمعهم بالاخر شو بطلع عندك الـ W يعني السيارة ما زاد وزنها الـ W هو نفسه لكن صار transfer كلما يزيد التسارع كلما يزيد التسارع على العجال الخلفية وبيقل على العجال الأمامية كل هذا الإشي ممكن يتلاحظ لأنه كلما زاد التسارع برجع لورا إذا واحد قوم دراجة سريع كثير بصير ماس ترانسفير لورا فالدراجة كلها كلها بيقوم بصير كأنه الفريكشة بس على العجل المراني والأمامية بقدر يرفع العجل صحيح بسهولة 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 حتى أو واحد بده عباسكليت دعت مرة واحدة بلاقي بسهولة 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 الآن الأكسلارات اتباعها رهيب يعني سيارة بس هولة بس أنت بنفس الوقت تخفف اللود هون شو مصير بالستيرين ماذا تكون الحالة لاذا تكون دفعا المصري ما بده الرعب يستخدر شو مستورة رائحة بالأفضل ستيرنج 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 ها ستيرنج 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 لليمين والشمال بس الجريب يعني البغض طبع العجر على الشارع ستيرنج ماله دخل فيه بالدزاين طبع السيارة هاي اللي بستغل الهوى يمسك الهوى بس نحك عن لو سبيد الهاي سبيد صح كلام طلعها قرون يا شباب كيف بدي أخفف اللود ترانسفير الو بقدر ألعب فيها الجي بقدر ألعب فيها الـ AX بحنا قلنا هاي تفورمانس اللي اشتراها بده أكسليرميشن عالي الـ L بقدر ألعب فيها لا صنعت السيارة والريد الـ L مطبول انه لا فهذا شو اللي شو اللي اشي الواحد يدي بظلم ما تشتصلم السيارة شو تعمل؟ فشو بتلاقي السيارة هاي تفورمانس؟ واطئ هذا السبب لأنه شكل حلو والناس بحبوا شكلها واطئ يمكن هذا تحاكي صح بس تحاكي الهندسي انه أنا مش هان أحافظ على الـ لما تركب السيارة وطفعت فيها تضلك عامل ستيرنك بدا السيارة تكون واطئة بينما تكون السيارة عالية وطرق أو باص شو بتكون الـ H عالي بس شو بتكون الـ AX ضعيف مش رح يطير مش رح يطير اللي هم يسوه باص بس شو بتكون الـ H تبيعته عالية ما بنفع سيارة هاي تفورمانس تكون عالية ما بنفع عالية بصير فيك زين تبع الدراجة بس عالسيارة فهدونا فهدونا الأشياء اللي بدياك توصل لك من هالي محاولة انه اللون العجال الأمامية ونفعه هو الـ Dynamic That's why الـ WC على شو سميناها Static هاركم شو حقا عنها فخلص هذه الحفرة تتذاكرتنا شوية الـ Static لكن هل هي نفسها الـ Dynamic لا شوف رجل دانا بك عن الـ Static طيب هل نسألكم سؤال لو كانت ماشي بسرعة عالية بس بدون تسارب يعني حطت Cruz Control بيكون عندك Load تلانسفر ماشي بسرعة 100 كم 200 كم الـ Acceleration 0 ترجع كأنه Static اذا انت بتمشي يعني هذا الحكي مش على السرعة تلانسفروا على السرعة العالية هذا الحكي Low Speed Acceleration هلأ لما يكون High Speed بدون Acceleration هلأ احنا ما نرجع لـ Static لأنه فيه Aero Dynamic بس لو أحملنا هيك الوحظة لـ Aero Dynamic إذا ما كان عندك AX هلأ تقول أنت أمورك تمام الـ Static نفسه رجع من طبق طبعا هو ما برجع لأنه زي ما قلنا تبشي على سرعة عالية انت فيه Aero Dynamic Road احنا أحملناه لما صفينا السيارة فهي خلال نحكي أنه الـ Component هذا يبطل موجود مش هلأ نكون دقيقين أكبر يعني ما نحكي أنها بتساوي مش هلأ نكون دقيقين هي ما بتساوي الـ Static لكن الـ Load Transfer نحكي لكم عنه هلأ يبطل موجود حتى لو سرعة 100 كم في الساعة إذا هي ثابتة، طيب شو بصير لما يصير طباط لما أنت عمت تأس تبريك انت فرعتك 100 ودعس تبريك سورة الوزن لأقام شو بصير بالـ Acceleration سهل بصير هذه الـ Positive وهذه الـ Negative بمعنى آخر بتلاقي حالك أنت أصلاً مش هلأ نحكي كله عم يقدم لقدام Load Transfer بصير لأجال أمامية فهذا هو لأنه الـ Break كانت الأجال الأمامية شو بصير فيها تخرب قبل الأجال خلفية منكم بغيرها ممكن بغيرها مع بعض ولكن إذا فعلاً بتتحصوا متويس البريكات الأمامية بتعرضوا لضغط أعلى من وزن السيارة بيكون كتير كبير عليهم مقارنة بأجال الخلفية فهذا هو لذلك البريك الأمامي بيخرب قبل البريك الخلفية سبب علمه مش سبب يعني حسناً الواحد لما يدعس غالباً بريك مفاجئ فأكسل الرجم كثير يكون عالي كثير يكون ترانسفير عالي كثير يكون ديزائنه أكبر صف؟ يكون نوع مختلف كمان دائماً البريك الأمامي هو الأهم هو الأهم وهذا المهمة لكن الألغة أكبر